ونفقص على الانتر بعد ما فقصنا على الانتر متل ما نحنا شايفين بيالنا انو set up is formatting عم بيعمل format وبس تتصير هايدي هون مية بالمية معنا تعمل format للكمبيوتر نحنا هون علينا ما علينا نتقرج بس ما نعمل اي شي نضل بس عم نشوف شو عم بيصير طبعا بعد ما انتهي من عملية الملفات بتبلش عملية نسخ الملفات على الهارد ديسك متل ما شايفين انتهى من الهارد ديسك وبيلنا هون انو checking the drive C يعني عم بيشوف اذا في بيت ساكترز في شي اذا الهارد ديسك مضروب او شي بما انو عمل يعني شاف انو ما في الهارد ديسك ما عنده اي مشكل بلش بنسخ الملفات على الهارد ديسك متل ما نحنا شايفين هون طالما انو هالعملية هاي دي ماشي مزبوط معنات ان احنا كل وشغلنا بيكون مزبوط مية بالمية ان شاء الله اذا كل اللي علينا بهالمرحلة هاي دي انو بس نقعد ونشوف شو اللي عم بيصير ما بنفقس ولا على اي مفتاح ولا على اي شي بس منضل عم يشوف شو عم بيصير طبعا بس تتوصل العملية للمية بالمية يعطينا بيطلب مننا الكمبيوتر انو يرجع يعمل ريستارت يعني يرجع يعيد تشغيل نفسه او بيقلنا اذا بدنا فينا نفقس على انتر اوهو بخلال خمسة عشر سنة لوحده بيعمل ريستارت بيرجع بيت في الكمبيوتر بيرجع بيشتغل لوحده ما نخاف من اي شي منضل عم نتقرر الشعب بيصير كما نحنا شايفين بس تظهر هالمسج الدامنا ما بنعمل اي شي بيتابع الكمبيوتر بيقلع وبيتابع بيوصل لها المرحلة هاي دي ما بنعمل اي شي منضل بس نحنا عم نتقرر شعب يعمل الكمبيوتر يعني شعب يعمل نظام الاعداد على الكمبيوتر كما نحنا شايفين وصلنا لها المرحلة هاي دي هاي دي المرحلة مهمة شوي وهيني وبسيطة كمان ان شاء الله بس نوصل لها المرحلة هاي دي منفقس على الكاستومايز تظهر قدامنا ها المرحلة هاي دي في عنا هون 3 صفحات ريجونال اوبشنز لانجويجز وفي عنا ادفانست ننفقس على الانجويجز مننقى هالخيار هدا لي هو الاختيار اللغة العربية نرجع منفقس ادفانست ننفقس على اللائحة مننقى اللغة واسم البلد مننجع على الريجونال اوبشنز مننقى اللائحة كمان مننقى اللغة واسم البلد و بحال عنا انترنت نفقص على هاللاقحة هايدي و مننقي اسم البلد اللي نحنا عايشين فيه نفقص على اوكي نرجع هان نفقص ناكست الاسم منكتب حيالا الشي بدنا ياه ناكست وهان البرادكت كي مفتاح المنتج هدا بيجي رمز من خمسة وعشرين حرف او حرف ورقم بتلاقوه على على السيدي الويندوز اكس بي نكتب الرمز بحال خلينا نرجع شوي هان بحال كتبنا الرمز غلط ما بيسمح لنا نتابع الا ما يكون الرمز المزبوط اذا منصحح الرمز نفقص ناكست هان بحال بدنا نحط باسورد منحط باسورد هان وهان كنفيرم باسورد لازم تكون هي نفس الباسورد اللي كتبناها هان نفقص ناكست هان كمان نفقص ناكست اذا ظهرت عنا هالمرحلة هايدي هايدي معنات الويندوز اكس بي قدر يعرف كارت النتورك اللي عنا على الكمبيوتر نفقص ناكست ومننتظر طي خلاص النظام من الاعداد فينا نتابع الوقت من هان من هان بنعرف اديش باقي وقت طي خلاص النظام من الاعداد ع الكمبيوتر طبعا الوقت بيختلف من سرعة كمبيوتر لسرعة كمبيوتر فينا بهالوقت نقعد نقرأ اللي عم يطلع قدامنا هان ونشوف ميزات ويندوز اكس بي شو هي ونشوف ميزات ويندوز اكس بي شو هي طبعا هلا مثل ما احنا شايفين الكمبيوتر عم يطف ويدوي مسحب السيدي السيدي الويندوز اكس بي من السيدي رام بس تا بتوصل تطلع قدامنا هالمرحلة هادي فينا نقول تقريبا وصلنا للمرحلة النهائية نفقس اوكي ترجع بتطلع قدامنا هالمرحلة هادي منفقس اوكي هم فينا نقول انه خلاص وصلنا للمرحلة النهائية كل اللي باقي عملية ضقيقة ومننتهي انشاء الله بنفقس ناكست بحال كان عنا انترنت نعلم هايدي بحال بدنا الويندوز اكس بي يعمل اوبايت من الانترنت اوتوماتيك اوبايت بنفقس هايدي وبيحال ما كان عنا انترنت بنفقس على هايدي بنفقس ناكست بنفقس هانسكيب بحال بدنا نسجل الويندوز مباشرة بنفقس هايدي بحال بدنا نسجل بعدين بنفقس على هايدي بنفقس ناكست بنكتب اليوزرنام اسم المستخدم يعني فيه يكون شو ما بدنا بنفقس ناكست ومنفقس فنش وهيك منكون انتهينا من عملية اعداد ويندوز اكس بي عالكمبيوتر كل اللي تبقى علينا انه نعمل فورمات لل للاسمان جزئان الهاردسك اللي اسم عملنا لهم فورمات ازام متل ما نحنا شايفين بيعطينا بيعطينا انه لازم نرجع الكمبيوتر يدفو يرجع يدوي ونقلو ياس بيعطينا بيعطينا نعمل عملية تحضير للا فورمات للهاردسك اللي اسم عمله لهم فورمات بنفقس بنوقفها start بنفقس بقسة زر الموز اليمين بنفقس على explore متل ما نحنا شايفين هاي الديسك سيه الهاردسك سيه الجزء الاول واللي نزل عليه نظام التشغيل واذا بنعرف كيف حجمه بنفقس هون على properties بيعطينا انه عنده واحد بصلى 67 جيجا بايت يعني عنده 1800 ميجا بايتس مستعملين واحد بيعطينا 19000 ميجا بايتس سيهون فري حر يعني فاضين هلأ نعمل فورمات للجزء الثاني والجزء الثالث نفقس على الجزء الثاني بالماوس بيقلنا انه الديسك منو معمل له فورمات بنا نعمل فورمات نقلو نعم نقلو نعمل فورمات وفينا بهالوقات هدا نعطي اسم للديسك منسمي مثلا ساكي انت دفيسك فينا نسمي شو ما بدنا ما عنا اي مشكل يعني مطلع على التسمي اللي انا هلا اسميته فين نلحظ شو ما بدنا ومنقل وصور نقلو هان اوكي مثل ما احنا شايفين انتهى من عملية الفورمات نبس اوكي نبس هون على الكلوز هاي الجزء الثاني عملنا له فورمات وصار جاهز مشوف ادياش حجمه او مساحته مساحته واحد وثلاثين الف ميجا بايتس نعمل نفس العملية على الدسك الثاني على الجزء الثالث نبس عليه اذهب لنا اذا منعمل فورمات نقله نعمل نعمل نفقس quick format و منغير للغة نفقس alt shift يمين الفتح alt و shift لعى الكيبورد اليمين ومنكتب مثلا ملفاتي الخاصه فينا نعمل اذا باتنا هيك ومنفص ع start نفص اوكي نفص ع الاوكي نفص close صار عنا جزء اسمه ملفاتي الخاصة جزء اسمه second disk وعنا الجزء الاول لا فينا نحنا باي وقت ما بدنا نرجع نغير اسم الجزء اللي بدنا سناد الجزء تنغير اسمه بنفص فقس نوقف عليه طبعا بنفص فقس الموس اليمين ونقلو rename بنسمي xpdisk نغير اللغة للانجليزي بنفص alt shift بنكتب xpdisk بنفص enter ومتل ما نحنا شايفين صار اسمه xpdisk هذا الجزء الثاني بيحاول بنا نرجع نغيره هون بنغيره بنكتب بنكتب مثلا ويندوز سبع بحال بدنا ننزل عليه ويندوز سبع او ويندوز بيستعولي بدنا بها الحالة هايدي صار عنا اول جزء وتاني جزء وتالت جزء هيدا اللي نحنا عملناهم بال الف ديسك هلا بحال اول جزء صار عنا مشاكل فيه ونحنا كنا مخزنين ملفاتنا خلونا نعمل ملف نعمل ملف مخزن الملف بصير مخزن بقى نعمل ملف على الجزء اللي عليه ملفاتنا ونكتب اسم الملف نسكن بنروح على الاكسبلور فقسة الموز اليمين اكسبلور شوف هون ملفاتي الخاصة صار عنا اول ملف بالجزء الثالث اللي سميناه ملفاتي الخاصة مثل ما انه العبرة من هالشي اللي عملنا انه بحال هالجزء هيدا انتزع اللي هو علي نظام التشغيل الابرايتنج سيستام ويندوز اكس بي وبدنا نعمل فورمات لهالجزء هيدا هالجزء هيدا ما بقي يتأثر ابدا ابدا مثلا في حال كان عنا هون ملفات ملفات و هان عنا ملفات ويندوز اجزء هيدا فورمات هالجزء هيدا ما بيتأثر خلينا نجرب نعمل فورمات نفقس فاق ديسكلي بنعمله فورمات او فاق جزء بنعمله فورمات ونفقس فورمات ونفقس كويك فورمات ونفقس ستارت فاقس اوكي فاقس كلاوز متل ما شفنا الملف اللي كان هان اختفع اما الملف اللي كان هان السام موجود اما هلا بحال جينا وغلطناه وفكرنا بالغلط بنا نعمل فورمات للديسك الي علاه او الجزء الي علاه نظام التشغيل يعني الابريتينج سيستام بالغلط تقول جينا بنعمل فورمات شوفوا شو بيقلنا بيقلنا انه ما بيقدر يعمل فورمات لاش ما بيقدر يعمل فورمات لأنه هذا الجزء من الهارد ديسك هو اللي على نظام التشغيل بس يكون الجزء على نظام التشغيل ما بيعمله فرمات فما نخاف الغلط صعب يعني بحال نحنا غلطناه وما بيسمح لنا أنه نغلط مثل ما نحنا شايفين وهيك منكون بإذن الله تعالى انتهينا من مرحلة أعداد الويندوز اكس بي وانتهينا من عملية تنزيله على الهارد ديسك وقصمنا الهارد ديسك لتلات أجزاء وعملنا لهم فرمات وكل شيء مزبوط بيضل عنا مرحلة واحدة في سيدي بتجي اسمها بيسموها سيدي التعريف درايفرز سيدي هادي بتجي مع الكمبيتر مجاني وقت المشتري الكمبيتر حالة الكمبيتر بيجي معه سيدي التعريف مجانية بحال ما كان عنكن هالسيدي هادي ارجعوا على المحل شتريتوا منه الكمبيتر وطلبوا هالسيدي هادي السيدي مجانية ببلاج منشان تعرفوا الصات والصورة وهالأمور الباقية وكارت الناتورك وهالأشياء هادي الباقية بالكمبيتر بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هالدورات تكون عجبتكن وتكونوا استفدتوا منا وتابعوا الدورات الباقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر